بعد انتهاء هستيريا ورق العنب اللي هو مش ممكن اللي هو ورق العنب بمين جنيه مين ياكل ورق عنب حط ده على جن بدأت هستيريا البامية بمتين جنيه حرام عليكو حاكوا البامية ازا طبعا البامية مش اوانها ورق العنب كان لسه مش اوان يعني كل الحاجات دي لازم كاني بس عارها غالي انما طبعا هو لازم يكون فيه نوع من انوع الهستيريا انه وحنا نعمل ايه والبامية دي وكأنه يعني انا عرف عدد كبير من البشر بيحبش البامية خالص انما طبعا هو اللي عليه العين هو ده اللي نعمل عليه مشكلة هو فيه غلاء اه انما مش غلاء البامية مش غلاء ورق العنب مش الحاجات دي انما المهم اكيد حضراتكم ابتديتوا تلمسوا ان اسعار الخضر والفواكه بدأت في الهدوء ابتدى يبقى فيه نوع من انواع التبريد للاسعار الاسعار ابتدت تنزل شوية بسبب زيادة المعروض بسبب انه خلاص يعني بقينا في نص رمضان والهجمة اللي كانت على الخضار والفاجهة قلت فالاسعار قلت شوية ما قلتش انها بقت رخيصة انما قلت شوية وبقت ممكن التعامل معها يعني ممكن ان الواحد يعمل طبخة طبعا ما زال البروتين بانواعه سواء كان فراخ او لحمة غالي يعني انت عشان تعمل وجبة فيها بروتين اذا كان لحمة او فراخ تبقى غالية انا بس قبل ما اتكلم في الاسعار بقى لقى حد يروح عامل ازاي ينزل فاتورة لناس اتصحرت بعشر تلاف جنيه هو حق يتصحر بعشر تلاف يعني يعني هل اللي دخل يتصحر في مكان ده بعشر تلاف جنيه او بست تلاف جنيه او بخمس تلاف جنيه كان متوقع ايه يعني هل جات له صدمة هو عارف هو دخل فين وحيدفع كام واكيد راح هناك قبل كده انما تتحط للناس حرام عليكم طب وانت ليه بتتصحر انت ليه انت عايز نصحر بخمس تلاف جنيه او ست تلاف جنيه اللي عايز تتصحر هو حر حرام وكتير اه بس هو زي ما عايز جايز يأكل فول بالدهب يا اخي جايز يقطعوله المازة عالطعمية جايز يعمل ايه حاجة جايز يجبوله يعني الفول محتوط في اواني مرمرية هو حر انما فجأة تتحول على السوشال ميديا شوفوا الفطورة شوفوا الناس دفع لا ده مش تمن الصحور العادي ده صحور مفتري ده صحور غير عادي ده صحور اللي عايز اللي عايز يصرف هذا المبلغ هو حر حد دحك عليه والمبلغ كتير هو كتير طبعا وخارق للعادة وبتاع بس اشتركوا في القناة